الطاقة العامة لك برج جوزة أنت تظهر لي هنا في طاقة شابة وأنت الآن في وقت جميل مهتم بعملك أو ربما عندك عمل فني أو أنت تعمل أشياء فنية أو في مجال أي مجال للإبداع أو عمل حر أنت تعمله أو ربما أنت في طاقة تواصل روحي مع الحبيب أنت ترى الحبيب متباعد لا يظهر مشاعره لا يظهر مشاعره نحوك وهو مهتم بعمله ولكن تعلم تماما بأنه يحبك ويراقبك ولكن يظهر بأنه خائف من شيء ما ولا يريد أن يخطئ مرة أخرى هذا هو برج العذراء نعم إنه متباعد ولكن متواصل معك في الروح يظهر بأنه غاضب منك أو قاطع معك الكلام وهو الآن يفكر بما حدث ويحاسب نفسه على كل ما حصل هو في تواصل روحي وحساب مع النفس ربما قد سافر أو غير بيته أو مكان عمله أو أنه قرر الخروج من هذه العلاقة هناك تغييرات كبيرة جذرية حصلت معه واضطر إلى أن يترك هذه العلاقة معك ويرحل بصمت هذا هو الطاقة العامة أما طاقة هذه القراءة أنت في طاقة توازن بين الأخذ والعطاء وأنت في وضع استقرار مادي كبير وعندك مشاريعك الإنسانية فأنت ربما تعمل مع أحد الجمعيات الإنسانية أو أن عملك هو في أحد الأعمال الإنسانية إحدى الأعمال الإنسانية وترى أنك ما زلت مسيطر على نفسك ومشاركتها تجاه هذه العلاقة فكما يظهر لي بأنك مهتم بنفسك وهو هذا الشخص هو قرر الابتعاد ملك الكؤوس هو يحبك كثيراً وعنده مشاعر قوية تجاهك ويفكر فيك كثيراً ولكنه لا يعبر عن حبه لك ولا يثل مشاعره ولكنه حزين لغيابك ويفتقطك كثيراً فهو شخص يحبك لذاتك حب غير مشروط ليس من أجل أي شيء آخر أنت تشعر بأنه متبعد ولا يظهر أي مشاعر لك وبأنه يتعامل معك إذا كنتما منقطعين عن الكلام يتعامل معك بشكل رسمي وبارد إذا لم تكن منقطعين عن كلام فهو يتعامل معك بشكل رسمي وبارد وأحتمال بأنه متبعد كلياً عنك وتشعر أيضاً بأنه غاضب منك لدرجة كبيرة ولا يريد الكلام معك هو معجب بك كثيراً وهو يحب أن يكون معك وعنده طاقة كبيرة تجاهك ووجودك في حياته يعطيه السعادة وهو ينتظر منك الإشارة لكي يبدأ معك بالكلام أو يعود إليك إذا كنتما في خزام أو منفصل فهو يراقبك ولا يظهر أنه مهتم نوايا هذا الحبيب هو يريد أن يخرجك من كسر القلب ومن الغضب الذي أنت فيه وسيحاول إرضائك وإسعادك وإن كان لديه مشاكل نفسية من علاقات سابقة أو حتى من العلاقة معك فهو سيحاول استشفاء منها والخروج من هذه الطاقة السلبية أما الخطوة القادمة له فهو يريد أن يقدم لك شيئا ماديا إما هدية أو نقود فهو شخص يعبر عن حبه بشكل مادي وهو ينوي أن يأخذ معك العلاقة لشكل لطريقة أفضل وينوي أن يقوم معك إحتمال في رحلة إلى مكان ما تستعدان فيه الحب الذي كان بينكما أو بأنه سيقدم لك عرض للزواج ربما سيقدم لك عرض للزواج ولكن أنا أرى بأن هذه العلاقة أنا مصير هذه العلاقة بأن الحبيب أرى أن الحبيب منهمك في أعمال كثيرة تأخذ الكثير من وقته ربما عمله مع أشخاص كثيرين وعلى الأنترنت وهو كثير السفر والعمل ويمكن أن يكون مختلف عنك بالجنسية بالبلد بالديانة بأي شيء وعنده أعماله الخاص وهو شخص معروف هو ناجح في بلده ولكن أراه بأنه لا يريد أن يرتبط ترسل بطن جدي بأحد فهو كما قلت مشغول جدا ولا يريد أن يظلمك معه بارتباط جدي فهو يحبك كثيرا كما قلت وربما تبعد عنك قضر لكن لكي لا تتعلق به كثيرا فهو غير قادر على الإززام بالوقت الحاضر ولكنه سيبقى متمسك بك فهو يحبك ومعجب بك كثيرا فهو سيسافر ويأتي إليك إذا كان بينكما ما سبات وسيقدم لك بالأغلب عروض مدية وستبقى العلاقة بينكما هكذا لفترة ممكن بعدها أن تتغير الظروف ولكن هذا غير معلوم من متى إذا العلاقة لن أرى لن تكون بشكل رسمي وبشكل جدي هو صحيح أنه يحبك ولكنه لا يحب أن يلتزم نصيحتك لهذه القراءة يبدو أنا أرى يبدو أنكما تعملان في نفس العمل واحتمال أنكما تعملان في عمل إنسان أيضا أيضا أنت وهو وهذا الشخص يعبر عن حقيقة مشاعره اتجاهك ولا يعرف أيضا حقيقة مشاعرك أنت اتجاهه فأنت تحبه كثيرا المطلوب منك هنا أن تظهر له بعض الاهتمام ولو بهدية بكلمة بأي تصرف يقودك إلى التعبير عن إعجابك به فاخذ فرصتك في هذه العلاقة أنا أرى هذه العلاقة تستحق أن تعطيها فرصة وتستحق أن تعطي هذا الشخص فرصة للتعبير عن حبه لك فأنا أرى هذا الشخص جدا متميز شكرا لكم برج الجوزاء على هذه المتابعة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله